نشاهد ناشطين أكراد يقومون بعملية طبعا تنديدية وأيضا ذات طابع تظاهري من قبل جالية الكردية ضد العمل طبعا الذي وصفته الحكومة الفرنسية بالإجرام إذ استهدف أحد المقرات الكردية الثقافية وهو المركز الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية باريس وأودى بحياة ثلاثة قتلة وثلاثة جرحة كما أتت المعلومات من هنا خلال أيام الماضية طبعا حسب ما تكشف بأن رجلا في عقده السادس قام بهذه العملية كانت مقبوضا عليه في نفس هذه الإطار من الأعمال العنصرية لكنه أفرج عنه وبالتالي قام بهذه العملية كان هناك أيضا تنديد كبير ليس فقط من الجالية الكردية ولكن كثير من الجاليات وحتى من الأحزاب الفرنسية لكن بعض الأحزاب اليمينية والمتطرفة رفضت طبعا عملية التنديد بهذا العمل الذي وصف بأنه إجرامي وكان هناك مطالبات أيضا بأن يعتبر هذا العمل بأنه عمل إرهابي في هذا الإطار إذن نشاهد تظاهر الأكراد في باريس للتنديد بهذه العملية التي رأيناها خلال أيام الماضية إذ قام رجل باقتحام المركز الثقافية الكردي في العاصمة الفرنسية باريس قام بقتل ثلاثة أشخاص بسلاح ناري أصيب آخرون أيضا وفي هذا الإطار نشاهد هذه التظاهرات الكبيرة